انا فتح اللايف ليه عايز بلسه ما تجوزش مين تردبية عرصتي هعبر عشانك البحار والمحيطات والكون بقى اكماله على حصان ابيض وجيلك اين انت ايها الملكة دي كانت بداية الرحلة المريبة لابراهيم الملك اغرب عريس مصري على التيك توك واللي بقى ترند بعد الابض عليه والكشف عن شخصيته الحقيقية تعالوا نشوف حصل ايه خلال الساعات اللي فاتت انتشرت اخبار بالقبض على ابراهيم خليل الشهير بابراهيم الملك بتغمة المخلفة الاعراف المجتمع ابراهيم الملك شخصية مسيرة للجدل ظهرت على التيك توك خلال الشهور اللي فاتت حركات وشه وكلامه خلت الناس تطالب بالابض عليه وقالوا انه بيفكرهم بفيديوهات حنين حسام وخصوصا ان ليه فيديوهات كتير بيتكلم فيها مع بنات من مختلف الجنسيات وبطريقة فيها مخالفات وتجاوزات ما بتنتهيش وتلاقيه دايما بيشتم المتابعين بتوعه وشايف ان ما فيش حد ليه حق يتكلم معاه غير لو كان ملك او من عائلة ملكية او من ناس لهيرقليز ولو غير كده يبقى من حقه يقول عليهم جربيع صاليق ومع ذلك بيطلب دعمهم المالي في مسابقات على تطبيقات السوشيال ميديا وقدر يوصل في فترة قليلة لخمسمائة الف متابع على التيك توك شهرة ابراهيم الملك خلته مادة حلوة للربح عشان كده كتير من مشاهير السوشيال ميديا طلعوا معاه في لايفات بيحاولوا يعرفوا فيها مين هو وايه حكايته ده غير السخرية عليه ومن اشهر اللي ظهروا معاه شادي ابراهيم وسندس المعروفة في فتاة كده كده وغالبا ظهوره معاهم بيبقى فيه الفاظ خرجة كتير ودايما بيأكد انه ملك وكل بنات التيك توك تحت امره ولما ييجي يعرف نفسه بيقول انه مصري عايش في اليونان وشغال كبير المهندسين في الوطن العربي واليونان برضو بس تسمع كلامه ولهجته تستغرب ولما الحوار كبر والناس ابتدت تدايق منه فيه مشاهير بدأوا يدوروا عليه عشان يعرفوا وراء ايه وفي مرة استضافوا صانع محتوى وقالوا عندي ليك تلات اسئلة اول سؤال حضرتك بتشتغل ايه فرد ابراهيم كبير المهندسين في مصر والدول العربية وبطل العالم تلات مرات ومعايا اعلى الشهادات العلمية وتاني سؤال تعرف ايه عن كوم حمادة فقال ابراهيم مينكم حمادة ولما اطلب منه يقول ايه جملة يوناني علق وقال مش هتفهم لكني اعلم انسان على وجه الارض والمتداول عنه على الفيسبوك انه مطلق من البحيرة وفيه كلام انه مدرس واسمه الحقيق محمد عوض وعنده ولدين ابراهيم ومالك وطبعا لعارف اليونان ولا عمره شفه كمان لهجته العادية بتظهر في بعض الاوقات ولما طلع لايف مع بنت اجنبية معرفش يتكلم معها وقال لها انتي بتتكلمي الف كلمة في الدقيقة طب مع السلامة بقى جود باي وخبر الابضع ليه بيقول انه من محافظة البحيرة وتحديدا من مركز كوم حمادة تفتكروا دين هيتو ولا الحكاية لست فيها تفاصيل مستخبئة